أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعان إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم غير العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لغل الأبصار زين للناس حب الشعرات من النساء والبنين والقلاطير المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا يا والله عيده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستضر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن اعتيا ثم لنحن عالم بالذين المولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا وعي الفريقين خير مقاما وعي الفريقين خير مقاما وحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ووددا أطلع الغيبا اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا واتخذوا من دون الله آمية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينذغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا مبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولا يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يثلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلوا مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم ضغطة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله سخر الشمس والقبر ليقول إن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وإن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول إن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءها أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين تنزي الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أن يقولون افتروا بل والحق من ربك لتنذر قوما ماتاهم من نذير من قبلك ماتاهم من نذير من قبلك لعدهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يكون من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعبدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من منطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم لقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ألو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا وإنا موقنون ولو شئنا لا أتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فاذوقوا بما نسيتم لقاء ويغلكم هذا إما نسيناكم وذوقوا وعذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا دكروا بها خروا سجة وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوب ما إلا ضاجر يدعون ربهم خوفا وطبعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعبدون أفمن كانوا منك من كان فاسقا لا يستوون لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلو جمات المأوى نزلا بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخذوا منها أعيدوا فيها أما الذين فسقوا فمأواهم النار كل ما أرادوا أن يخذوا منها أعيدوا فيها أقيل لهم دوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأزنادون العذاب الأكفي لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرين منتقمون وقال قد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائهم واجعلنا هودا لبني إسرائيل واجعلنا منهم مهمة يهدون بأمرنا لما صدروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم ينقون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات ما فلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجلز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أعفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فعالض عنهم وانتظر إنهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر